يبدو ان الازمة بين بغداد وانقرة في طريقها للتصعيد على خلفية تواغل قوات تركية داخل الاراضي العراقية قبل ايام الامر الذي اعتبرته بغداد عملا عدوانيا واسترعت السفيرة التركية لديها مطالبة بسحب الجنود الاتراك فورا من منطقة بعشيخة قرب الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري قال ان بلاده اتخذت كل الخطوات الدبلوماسية مع تركيا على خلفية الانتهاك السافر للتراب العراقي مهددا باللجوء الى الامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية وفي تطور لاحق دعت تركيا رعاياها الموجودين بالاراق الى مغادرته باستثناء بعض المحافظات في اقليم كردستان مشيرة الى مخاطر امنية قد يتعرضون لها على خلفية تلك الازمة في المقابل اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردغان ان القوات التركية الموجودة في قاعدة عسكرية بشمال العراق بطلب من رئيس الحكومة العراقية منذ اكثر من عام فيما اعتبر رئيس الوزراء التركي احمد داود اغلو ان الجنود الاتراك ارسلوا الى العراق بعد تهديد من متشدد داعش وان نشرهم هو عمل للتضامن وليس اعتداء وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الجارين التقى رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برازاني في انقرة الرئيس التركي ورئيس وزرائه حيث اعرب اردغان عن تصميمه على محاربة داعش ومتمرد حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق تصعيد للامور خاصة بعد تهديد تركيا بعدم سحب جنودها من العراق رغم انتهاء المهلة المقررة ربما يفتح بحسب مراقبين جبهة توتر جديدة ستزيد الامور تعقيدا في المنطقة الامر الذي دفع اطرافا دولية باتجاه حل الخلاف بين بغداد وانقرة بالطرق الدبلوماسية ياسر محمد علي العربية